عزيزات المتتبعات السلام عليكم انا شاف روز للطبخ والحلوية اليوم بإذن الله اجبتكم طريقتي في تنظيف القرنون اللي يحافظ على لونه يبقى بيض الى مدة طويلة حتى بعد اللي تديره في المجمد وحتى الطريقة تأويديك يبقوا بيض حتى وانك تنقي هذا القرنون او ذي القرنع ينعرفوا بل يطق اللون في البني في اليدين ان شاء الله بهذا الطريقة راح تنفعكم في رمضان بإذن الله كي ما كتوفي هنا يجب الكمية على القرنون انا عندي القرنون وان ما نصرف يعني القضيان هذا الأسبوعي نروح نجيب كمية يعني ربح حبات ست حبات يعني علسب الدراهم اللي تكون عندي بقيت لي نجيبها كي ما كتوفي كي ما هكا يعني شوفي رها جبت ربح حبات خبار كي ما كتوفي هنا يعني شوفي العرف انتاحهم جاي طويل اكثر من القرنون في روحه يعني يعني ربي هو اللي اعلم بالتجار هاذو كي ما كتوفي يجيب الكش باسينة ولا كش حاجة ولا ريسي بيون ولا على سب الكمية اللي تكون عندك تال القرنون ولا تال القرنع دير فيه كمية عمق ما عادي يعني مسبع له يعني طريقة ما شاء الله بزيف بكري كان تنسى كيت تنقل القرنون ولا القرنع يديها قعيك حالو صاحب الطريقة هذي ما شاء الله يعني حافظ على اللون تاعه بيض ما من المذاق انتاعه يعني يبقى مليح ويديك ثاني يصفو ما يبقوش كي ما يكوحل باذاك المادة هذيك اللي يطلقها القرنون بعد اليد اكسد هنا يجب نص حبات على الليمون وعصرها في كمية على الماء انا عندي كمية هذه قليلة حطي ذاك الثاني ذاك اللي يطلق على الليمون هذاك حطي في الماء كما كتشوفي كما نهاكا وديري قرصن تع ملح يعني كمية تع ملح ديري شوية تع الملح فيه يعني ما تقويش يعني غير شوية حطي ذاك كمية تع الملح حولي مغرف صغيرة كما نهاكا حطيها فيه باسكو الملح والليم يعني مواد يعني تحافظ على اللون جيبي هذك القرنون بتاعك قطعي شوفي العرف التاعه يعني زايدينه في الميزان يعني باطل شوفي يعني ما شعفه كيف يخلي يقلعوه بالهاكا بالعرف انتاعه يعني ما شعفه به يزيد في الميزان ولا يعني النص تقريبا نص غير رجلوف يعني وعرف كما كتشوفي كما هكا قطعي يعني قال أخوات اللي يعرفوا يقطعوا نور المبتديات بجيكم يعني سهلة طريقة على التقطع كما هذي شوفي ما فيها شعف يعني قطعينها يعني كما يقول وجوه هكا كما هكا يعني ونظفيه يعني كالأخوات ليشتم يغسلوا القرنون قبل ما ينقوه كما هكا بصحان الله هذك اللي تكون يبا يديريه سلاطة مباشرة هذا باش تغليه ولا تفوريه تروح يتغسليه مليح بالماء والخل يعني يتغسليه مليح تحت سباله بالماء والخل هذك اللي بو يديروه سلاطة مي اللي تكون يبا يديريه يعني طاجين تخدمي بطريقة هذي اللي نخدم بهنا يعني مباشرة تبعد يتنقي فيه هذك اللي ما يباشر فيه يجب ان تغسليه مليح بالماء والخل وديريه تحت السبالة يجب ان يكونوا في حشرات ولا الاطربة هذيك الميل اللي تكون يبقى تديريه طاجين كمان هاكا شديري له نقيه مباشرة يعني مباشرة نقلعي لهذا يعني بزاف المبتدئات ما يحصوش يعني نعطهم يعني افكار ولا نعطهم يعني طرق اللي يمشوا بها يعني ثاني احنا كنا صغارات وكنا ما نعرفوش وتعلمنا كمان هاكا شو في الطريقة اللي تتنقيه بها باش يعني الحبة تقعد لك كيما نهية وتساعدك بس كمان رات هاكا كيش شي كين بو نقلعوه اه كين اخوات يعني تكونوا صغارات ولا ما يعرفوش يعني يقلعو كل شي بالجدران تاعه يعني وتشوه لها المنظر تعال الحبة تعالقارنون هاكا كيما كتشوفي يعني يجي بخدمي وقعد يولا موس كيفاش تقولو وقعد يتنقي بها نقي بها هاكا من جهة تحتانية يعني نعتذل هاكا كيما هاكا يعني يقشري كيما البطاطا من تحت يعني باش يروحو لها هذي كل الخضر هذو شوية قاسين يعني طريقة سهلة تقدر اي اخت تديرها وطريقة شو في ديك ميك حالو موالو و القرنون بتاعك يقعد بيض الى اطول مدة المهم ديري الليمون وديري شوية على الملح يعني ضروري انك تديري الملح فالقرنون علاه بهجك بنين كيما كتشوفي ها هي هنا الطريقة اسهل طريقة باش تقدري تنقي بها القرنون او القرنون او القرنون هي هذي شوفي كيفاشران يندير خصوصا للمبتدئات يعني باسهل طريقة هاي وينا نشوفي ها هي اللي قعد يحرفي بها من الداخل هاك شوفي كيفاش يديرو من الداخل وشوفي هو يعني ضد الاكساده بل خفية اكساد من يعني من تعرضه على القهوة هي اللي قعد يحرفي بها من الداخل يعني كيتعرض اللي هو يبدي يكحال يعني اي عادي يكحال ولا ما يكحالش المادات تاعه نورمال غيو الشيهي بزافة اخوات يبقوا يقعد بيض يعني نعطوهم الطرق انا ما وحدا ما على باليش يعني يكحال ولا يقعد ما يهمش باسك اصلا راح يطيب ويتغير اللون تاعه في الطاجين هو اصلا يتعرض للحرارة راح اللون تاعه يتغير كهيما كتشوفي ننوري المبتديات زيداقي العيثان اذا كتحتاني شوفي هو اللي يجي قاسي ها شوفي كيفان ها هكا يعني لا خوات يورو يورو هاد المبتديات هاكا وقبضي القطعات على الليمون الاخرى حقيها مليح شوفي كيما هكا حقيها كينا خوات شتم يدرون الفارينة بصع الفارينة اللي لا ما تجيش بس كي اصلا قل يعني الطاجينة القرنون يجي عاقد بلا ما تسعمل الفارينة شوفي يعني يتبعيه قع بالخدمة يعني بالسكين احطيه في الماء ولازم تغطي لازم الوعاء اللي تحطي فيه تكون يمغطياته ها هوينا شوفي يعني انا وقت وانا نخدم فيه يعني شوفي يديك يقعد وماشاء الله يعني ميك حالو مولو حكي شوية عليمون شوفي لا عندك لاسيت سيتري كديري ما عندكش ديري الليمون ها شوفي هذا الملح يخليه كي نقولو احنا يجي بنين يعني الخل الليمون يحافظه على اللون والملح يعني بكي جي طيبه يجي بنين بسكين ديرو في المجمل يعني يعني الحويج ديرها في المجمل تقريبا شوية سمات شوفي كي يجي بيض ما شاء الله يقعد بيض ها هوينا بس صح لازم كي تكون يتنقي في وديري في الماء لازم تغطيه بس كي يتعرض للي هو يتغير لومتاع شوفي ما شاء الله كي يجي داير يعني ما عندي ما نقول فيه تقدري تستعمليه يعني في الطرق اللي تحوسي اليها هاي وينا شوفي يديك ما يكحالو مولو بهذا الطريقة اللي نخدمها نبيها والطير في اللي يعني يعني عادي بعدها تقطريه ما تقلعيش ما تشليش من ذا كل ما اللي كان فيه الليمون الملح هاكا وجيب اللي صاشي تعال كونجيراسون كيمان هاكا ولا يعني اللي صاشي اللي تبعيش اللي يزي بلوك ولا اي حاجة عندك تستعمليها وحطي ذو كل حبة انتواك تعال قرنون كيمان هاكا يعني هذو تدابير لازم قال السيدات يعني يعرفوهم يعني بيسهلوا الارواحهم أنا المرة اللي فاتت شريت هذك المعلب هذك شوفي تعال ميزان هذك اللي جي مالح شوفي مالح زقوم يعني ما تقدريش يأكله حتى وتبيته في الماء ما تقدريش يأكله فاسكو فيه لنسبة الملحة عالية ها هو هناك كما كتو فيه وديه للمجمد انتاعك عادي وستعمليه يعني في طاجين ولا اي حاجة تستعملي فيها ولا في مصيدوان ولا اي حاجة تستعملي فيها تلقيه واجد يعني بكل سهولة بلا متنغبني وضلي واقفة يعني يتنقصي على روحك شوية التعب كما كتو فينا يتنقصي على روحك التعب يعني غي تنقينتاعها عندها وقت وعندها غبينا هذه هي يعني الطريقة اللي نوريها الاخواتانية المبتدئات يعني باش يتعلموا باش ينقصوا الارواحهم خصوصا العاملات هل تكون ما تخدمش تخدم هاذا يعني هاذا التدابير هاذو تديرهم في دارها وبان هل يتكون خدمة غيد جبض وطيب يعني تسهل على روحها بعض التدابير خصوصا في رمضان يعني الاخوات يجو خدامات ودي تخدم اللهم اكيد تكون مكنجلا موجد الصوالح يعني غيد تخدم بهم وقوصعي واتمنى الاخوات يدعموني بليجا مشاركوا في القناة وإلى الملتقى بالنسبة